اهلا بكم الجفون علم مهم جدا وتجميل الجفون واحد من اهم جراحات العيون والجراحات تجميل رواجا في العالم وفي مصر على فكرة وفي العالم العربي بس في دولة هي اكتر دولة مقبلة شعبها على تجميل الجفون اليابان اليابانيين عندهم اقبال منقطع النظير على عمليات الجفون بيزينس انسايدر نقلت عن جمعية الجراحين الدولية قالت ان اليابانيين بجانب برضو شعوب اسيوية اخرى شكلوا اكتر من 20% من اللي عملوا عمليات تجميلية بالجفون حول العالم اقبال الاسيويين على عمليات تجميل الجفون خلال الفترة اللي فاتت ده يعني نتيجة ميولهم اللي انهم يبقوا قريبين من الشكل الاوروبي من الشكل الغربي هما عندهم حالة يعني نقدر نقول عقدة شوية من عيونهم الديقة فهم عايزين يوسعوهم طبعا نهاردة اللقاء مهم جدا جدا مع ضيف العزيز والحقيقة هسأله لانه هو شغله كبير كتير جدا وتاريخ ما شاء الله كبير جدا في منطقة الخليج ومنطقة الخليج فيها نسبة كبيرة من الاسيويين من الاسيويين بيشتغلوا في مختلف المستويات جزء منهم بيعمل عملياته في الخليج لانه شغله هناك وتأمينه الصحي هناك وبالاضافة لكده تكلفة اقل من تكلفتها في اليابان مثلا او في الدول تانية في مصر بدأت الإقبال الشديد جدا على الكفول لانه لعملية المليمترات اللي بتغير شكل الوش شكل الوش كله بيتغير بيصغر الإنسان وبيحلوه ضيف العزيز القيمة الأنمال كبيرة والاسم القدير والأساس الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري علاج الحوال وعلاج وتجميل الجفون ومجرى الدموع وصاحب دكتوراه طبوة جراحات العيون زمالة كلية الملكية البريطانية زمالة جماعة كالفورنيا وجماعية الحوال الأمريكية لإسقسم الحوال وعلاج أمراض الجفون وتجميلها بمستشفيات المغربي بمستشفيات المغربي بدبي والمؤسس ومدير لمراكز طبيبي للعيون أهلا بيك أهلا بيكتور عائمم فرصة عيدة نحن نشوف حرك تاني ونتقابل معكم في البرينامج الجميل ده وننكلم على موضوع لا ده ده شرف لي أنا والله هذا الموضوع مهم جدا لإننا لو هعمل عملية هبا عملية هو موضوع لزيز يعني أعرف حضرتك إزاي أنا بسميه سهل ممتنع يعني يعني بشترج بفون أكثر من 20 سنة تقريبا يعني تقريبا كل مرة بنخش فيها نعمل عملية جفن زي كنا اول مرة من العملية يعني برجع 20 سنوارة يعني ابتكر اول حالة وزي كنا اول حالة لان هو فعلا يمكن كنت حابب الكلام في الموضوع ده لان هو يبدو الاول واهلا يمكن ما شفنا في الفيديو بنشيل حتة جلد من فوق و بنشيل دهن من تحن زي بما نشوف مع بعض المرضى اللي عملناهم و الموضوع خلص على كده بس هو في حقيقة القام يعني يمكن في الفيديو هنا الجفن الفؤاني بنشيل جلد من هنا و بنشيل جلد عصنا حتة جلد و شناها لا زيادة اللي في الجلد الفؤاني و في الجفن التحتاني شنات دهن و ده يبدو سهل و بسيط جدا يعني لأول واهلا يمكن انا اول ما اشتغلت البرانش كده كنت بتخلي الموضوع كده خلص و بقيت استشاري جفون كبير اول لكن لما ابتدت اشتغل في الغاية النهاردة و بكرة انا ما زلت بتعلم في الحتة الصغيرة دي الحتة الصغيرة اللي فوقه اللي تحت دول بتعلم فيه و حقيقة جدا لانه هم ربنا خلقهم بشكل جميل جدا و مش هقول مع مدار السنين يعني زي ما حكي ترى شعب الاسيوية شعب الاسيوية شكلها كده اصلا و بيوسعوا العين فانا برضو بيجي لي شباب صغيرين شكل عينهم كده و احنا عايزين نغير نخلي الشكل ده احلى نخليه احلى ففعلا لما بنغيره و بنشوفه تاني بلا لا الموضوع مختلف و رؤية مختلفة تاني و فعلا انا بشوفهم و بفرحان بيهم و هم بفرحانين بنفسهم جدا بعد التجميل فحبنا نوضح ايه البقى اللي في الحتة الصغيرة اللي فوق دي و ايه اللي في الحتة الصغيرة اللي تحت دي ايه اللي احنا بنبصلوه يعني ايه النظرة الجمالية او ايه التفاصيل الدقيقة في هذا الجزء الصغير جدا اللي احنا بنرعيها و بنشتغل عليها و بالعمريت بيدور عليها و بالتالي بيجي لي تاني و تالت و رابع و مش هالله عندي كم لأ بقسلين من المرضى اللي بقامل عاملات الجفون هو أساساً برضو الجراحين الجفون في العالم الرعبي مش كتير لا قلالين جداً اللي ننكر فيها عالي جداً جداً هابدأ الأول بالحتة دي كي بقى ملامح الجمال في الجيف ملامح الجمال في الجيفة نينكي لو شوفنا الصورة البعدها نقدر نوضح عليها شوية ملكوفون دا اللي هو ملامح جمال فيه مقايزة اه 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 بالضبط في اللوحة دي نكلم بالظ يعني لو شوفنا الشكل دا في الاساس احنا عايزين نكبر المساحة اللي احنا حوتينا علىها بالاصفر داية إبراز اكبر مساحة من سطح الجيف معظم الستات او حتى الرجال اللي بيجولي وهندي برضو عدد البقس فيها عايز يكبر المساحة دي عشان لما نيجي يحط مكياج او يحط ميكوب تبقى العين مرسومة ويباني الجمال اللي فيها ده عن طريق ان انا اشيل الجلد الزيادة اللي هو المرة اتنين ده ايا واشيل حتة كمان من الحاجب او ارفع الحاجب او اشيل الدهن الزيادة لما نيجي نشوف الصورة اللي تحتها اللي بعد زادت المساحة ده ايا هنلاقي كبرت شوية وبنلاقي ان الجلد فعلا قل وبنلاقي الحتة اللي في الحاجب اللي موجودة دي كمان قلت شوية فبيبقى مطلوب ان احنا نشيل الجلد ومطلوب نرفع حتة من الجفن ونزود المساحة ده ايا فده مش موضوع سهل زي بالبساطة ده ايا لا وبيبقى فيه تفاصيل وملي مترات بنتنبتدي نشتغل عليها ونقيس فيها ونبتدي نعرف المسافة اللي موجودة قد ايه والمسافة اللي مطلوبة بعد مني قد بعد العملية قد ايه ونبتدي نتتبع الكلام ده هو ونحن شغلين والأهم بين العين دي والإن اللي مين والإن الشمال يعني اللي أنا بعمله في العين اللي مين يبقى نطاب لإن الشمال وده في حد ذاته بمحتاج بالملي متر بالملي بالملي يعني ملي اتنين ملي بتفرق معنا وبنتنقل من حتة الحتة ونبتدي ونحن شغلين في الأول خالص بنتدي نرسم بالألم ونتخيل احنا عن نشتغل إزاي وبعدين منتدي نشيل نبتدي نبص الناحية دي الناحية ده هنا يا طرى الشنادة أدل الشنادة هون يا طرى الحتة اللي في الجح الحاجب نفسه من جوه حاجم فيه كسافة من الجلد موجودة ولا لأ طب شن الجزء ده هون هل البتده يتساوي مع الجزء التاني ولا لأ فبيبقى فيه حاجات كتيرة جدا بنوعد نرأيها وإحنا نشغلين يعني أنا بسميها زي كنا بلوسم لوحة فنية في الجفن في المنطقة داعية عشان نبرز جماله لأنه هو جزء مهم جدا في جمال الوش يعني جزء جبير جدا جدا في جمال الواجه يعني الواجه من غير الجفون كده تحسوا نرأس حاجة يعني فيه حاجة لا يعني يعني الان اللي هي الاي كونتاكت يعني بين الرمزة جمالية فلا لا جفن حاجة مهمة جدا في تفاصيلها يعني الإجراءات اللي إحنا لازم نمشي عليها عشان نباحنا عشان إحنا في عملية دايما نقول عليها عملية المليمترات مليمترات أه أول حاجة طبعا بالنسبة لنا إحنا بالإيس أول حاجة لازم نستخدمها إن احنا بنقيس بنشوف المسافة اللي هي ما بين الحاجب وما بين الجفن قدي إيه بالظبط المسافة دي اللي موجودة دلوقتي وبناءنا عليها بعد ما بنشد المسافة زي كده ستة نقول إحنا إحنا أقول لما جينا عملنا ده فوق قبله لتحت بعد إحنا بنقيس المسافة من فوق لتحت وبعد كده بنقدر من خلال المسافة دي نشوف قدي إيه حجم الزيادة اللي بحجم الجلد برضه بالمليمترات ده أنا بشيل جلده خلاص لا ده أنا بقيس وبعرف إن أنا فيه خمسة ملي زيادة ستة ملي زيادة حصل زيادة في الجلد ده أول مولودة بي أو تكون على مدار السنين أيا إن كان فأنا مش المفهوم إنه يبقى فيه ناس كبار لا ده حتى في الصغيرين كمان والناحية التانية نفس الحكاية بقيس برضه المسافة بشوف قد إيه حجم الزيادة بالمليمتر اللي المفروض أشيلها واللي هي تحفظ لي وده الأهم إن الإن تقفل كويس لإن طبعا لو أنا شيلت بزيادة اللي أنا مش هتقفل هيبقى لأيه مفتوحة مشكلة مشكلة كبيرة جدا جدا ولو أنا شيلت قليل هيبقى برضه لسه فيه تراهل في الجلد فأنت بتبقى ماشي أربعة ملي هنا أربعة ملي هنا بنرجع بقى الحتة اللي فوق اللي عند الحاجب من فوق بيبقى فيه سماكة في الحاجب بيبقى تخن في الحاجب منطقة الحاجب فبقى ساعات إن أنا محتاج إن أنا منخش منجوه برضه أبتدي أرفع فيها بطريقة معينة وأبتدي أقارب بالهنا وهنا ونشوف حجم الأنسجة اللي أنا بشيلها من هنا ومن هنا إحنا بسبب ننحت الجفت بننحته بنبتدي نبصله وإحنا نشغالين فيه زي يكونك بتلونه من جديد وبتقسمه من جديد في الآخر عشان يبتدي يدينا الشكل الجمالي اللي هو بتبقى الستة أو البنت عايزة واللي هو بالنسبة له بتبقى المساحة أكبر ما فيها هاش تراهل تده تحط فيها الميكوب والمكياج بتاعها من غير أكثر حاجة بتشكيل منها الستة تنعون إنما لما بيحطوا الميكوب على الجفن بتاعها من فوق بيطبق ومفيش حاجة بالبان واللي عملوه كله بيروح على الأرض لكن بعد العملية لا بيبقى الدنيا أحسن كتير هي الفارق كمان في فتحة العين فتحة العين وتأثيرها النفسي يعني بالبان قوي تأثيرها النفسي كنا أنا مفتحة بل أنا أنا مبسحتش العين يعني أنا نفسية زي ما هي بس بقت مبارقة مفتحة أحسن شكلها مسح صح صحابة حتى يقول لها ما شاء الله أنت شاكلك النهاردة في اللفوق في الصورة اللفوق إذا كنا نسا قادم للنوم طول اليوم مرهب مرهب قايم النوم قايم النوم بالزبط يعني سؤالي بقى إحنا عملنا الإجراءات لكن افرض إن هذه الإجراءات متعملتش بالشكل الدقيق النتيجة والمضاعفات والمشاكل هتو بقى وخيمة آه طبعا أكيد دي بقى هنا يا ريت المشاكل الوخيمة اللي هي بتتكلم عنها فهي الحمد لله مش موجودة كتير في الجفن هنا برضو لو لاحظنا هنا هتلاقي الجفنين سقطين على فكرة وإحنا رفعنا هنا الجفون ووسعنا الحتة يعني مش مجرد بس يعني زي هنا كده لو إحنا مرفعناش الجفنين لفوق وإنا شلت الجلد الزيادة هتبقى لأين نايمة فأنت هنا دي عن الناحية دي ولا لا يطرى في إنسة نازلة في رتخاف الجفن الناحية دي والجفن هنا عالي ولا لا فأنت تقييمك للحالة قبل العملية مش مجرد بخل شيره بس أنا بقيم الجفنين الأول بقيم هل الجفن Pie�를 أول نازل عن الجفن التاني هل الجلد هنا أكتر من هنا ولا لا بعد ما بحكم على الكلام ده كله ببق져 أقرر أنا حرفه على العين أنا حرف على العين دي مش حرف على العين دا هسي أكتر من هنا الجلده اكتر من هنا. لما بنيجي بعد العملية الحاجات اللي تقابلنا كتير جدا ان احنا ممكن نلاقي ان الجلد هنا انشلته لنا اكتر من هنا. فده بيبان جدا في العملية بتاعتي. يعني احنا اكتر حاجة ممكن تقابلنا بعد العملية اللي هو بيبقى لقين زرقة وفي ورم. ده بيروح مع الوقت. يعني الزرقان والورم والكلام ده كله بيختفي بخلال اسبوعين تلاتة اسبوع بيختلف من شخص لشخص. والجرح نفسه اللي انا عمله بيبقى فيه اصل له لان انا بفتح في الجفت. اللي احنا شفناه في الصورة الاولانية اللي هي الديمونستونيشن ده برضو مع الوقت بيبتدي يختفي ساعات بيبقى فيه سواد زيادة برضو بيختفي كل ده بيختفي. بس المشكلة الاساسية الناحة اللي انت عملته بقى. هو ده اللي مش هيختفي. يعني لو انا شلت جلد هنا اكتر من هنا هبص لقي في حيطة جلد كده ملي مثلا انت تبقى الشخص الداخل يجمل ده عمال يبص في جديد فانيه للنهار. فانا لو عندي ملي زيادة يبقى فيها من سماء اسيمتري يعني عدم تماثل بين الانتين. فتلاقي الجفن هنا نزل اكتر من هنا. لو الكسرة بتاعت الجفن. انا ربعا لما بحط المشروط بتاعي واكتود. فلازم تبقى الكريز او الكسرة بتاعتي هنا مماثلة للكسرة هنا. لو انا رفعت المشروط بتاعي ملي زيادة وهنا هو المشروط هنا فلاقي الكريز هنا اعلى من هنا. فتجي بص تلاقي الكسرة هنا أعلم من الكسرة إن هو عدم التماثل بين العنتين ده بصراحة بيبقى أكثر حاجة يعني بتقلم المريض وبتقلمني وبتستدع إن أنا أدخل تاني وبنصلحها ما فيش مشكلة بس هادي تبقى أصعب خطوة أما الحاجات تانية اللي هي الورم والزرقاء والحاجات دي كلها حاجات الوقت بيتغلب عليها وبتبقى موجودة مع كل المرضى وبيبقى التعامل معاها مسألة وقته بتختفي لكن عدم التماثل إن فيه جلد زيادة إن أنا الله أهلا قضى لو شيلت زيادة طبعا الحمد لله ما بتحصلش معايك إن إن كان حصلت معاي في الأول طبعا العيمة بتقفلش كويس طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وهكذا فأنت بتبقى التفاصيل الدقيقة في العملية واللي إحنا بنحاول جاهدين إن إحنا نرأيها وخبرة طبعا الخبرة هنا لا تتخيل يعني بأولار حكي إحنا الغاية النهاردة عمليت عديد كم ألف حالة نجفونا عملتهم الغاية النهاردة وبكرة أنا كل حالة بخشها بتعلم فيها الخط بتاع البرة شوية يعني بلاقي فيه حاجة كان ممكن نحسنها يعني مثلا أنا أنا بفتح الجفن طب كان ممكن نطلع لبرة أكتر طب ممكن أبقى الحرف بس طب زي هنا مثلا نشوف الجلد هنا زيادة ودي سنة صغير شن الجلد زيادة وحط سطح الجفن ده تخيل أنت لو أنا الجلد في ناحية أكتر من ناحية أبص لقي فيه كسرة هنا موجود أكتر من هنا وتلاقي المريضة متضايقة ومحتاجين نخش تاني الكسرة لنا عملها أنا عملها لحد فين عملها لغاية برة ولغاية جوة الجرح بتاعي لحد فين الجلد اللي حاجب نفسه هل رفعته ولي مرفعتوش تفاصيل لغاية تتخيل حضرتك قد إيه دقيقة جدا؟ إحنا بنبقى نربعيها ولأن المريض نفسه هنا بنفعين فش هوhhh حنيفة جداً كل المرضى بتوي اللي هما زي كده ده مثلا دول زي اليابانيين يعني حاجة شوفتها ده زي اليابانيين اللي هي عايزة اتغير من شكلها الماضحة برضو شوف 뭔 الجلد في كسرات كذا كسرة عن ناحية اليمين زي الناحية الشمال يعني ناحية النيين عندها ناحية الشمال وانا مستطلوب مني بعد العملية أماسل الاثنين مع بعض نشيل هنا مشلت الكسرات وشيلت الجلد الافع اللي فاتت كانت زي اليابانيين اللي هي شكلها مبلوضة كده فعيز أتغير من شكلها وتخلي شكلها أقرب للجلد الطبيعي والشكل الطبيعي فتفاصيل دقيقة جداً في الجيفن نحن بنشتغل عليها والحمد لله ربنا بيوفق لي هنا نشوف المريضة مثلاً بعد ما شلت لها شوف برضو الحاجب هنا كان فيه سماكة قد إيه؟ رفعت الحاجب، الجلد كان قد إيه؟ شلت الجلد ده هون، فبقت عين أوسع؟ المنطقة بقت مساحة أوسع هي حطها ميكاب ده هنا مش حطها فول يعني لما بتحط بقى وتزوع عينيها بتبقى فرحانة بيهم جداً جداً ففعلاً أنا بشوفها بقى فرحان وهي بتبقى سعيدة وأنا بلاقي الدنيا فرقة كتير يعني في عملية هي فعلاً تفاصيلها مش شوية يعني لا يستهام بيها يعني الكفون السفلية بقى فيه ناس كتير يعني مش بتديها حقها في الكلام الكفون السفلية بقى مشكلتها كبيرة إنها أكتر حاجة تبين بقى العجز والنواحة الكبر يعني يعني انتفاخات اللي بتعملها تحت بنات 18 و 20 سنة مولودين بالانتفاخات دي أو ظهرت معاهم والأم الدنيا سنة 30 يعني طبعاً لما بتشيل الانتفاخات يعني هي نفسه على اليمين هنا أول هتلاقي فيه نفخة هنا أول هتحس إنها صغرت مجرد مثلاً عملت الجفون لا شدنا ويش ولا شدنا تجعيد ولا حقالنا بس تحس إنها صغرت مجرد ان انت شلت النفخة بصغرت وبعدين هنا بيبقى فيه تحتها كسرة كمان سودة بتبقى محتاج برضو انت تتعامل معها فأنت برضو في الجفون السفلية مش مجرد إنها بيشيل نفخة وبس لأ برضو بتعامل مع بعض التفاصيل يمكن تكون أقل دقة من الجفن الفؤاني بس مهمة جداً عشان تستعيد البرشرة هنا برضو بنبقى بنراع إنه يبقى فيه كيرف كامل مايبقاش حاجة داخل الجوة مايبقاش فيه حاجة مش مظبوطة يعني متبقى الجفن صغير مشانش دهن زيادة أو اسيب حتت فيها دهن أكتر من حتت فأنت بتوع تشيل الدهن تحت متقسم أجزاء معينة بتشيل من جوه من في النص ومن بره وبكاميات معينة وبتشيل هنا قدقينة متشيلش كتير عشان هنا متخشش له جوه وبتوع تراعي كل ده وده كله برضو بمحتاج جزء كبير من الخبرة ومن المجهود يعني اللي بزوله جوه يعني حنقول مجهود نفسي أكتر منه مجهود عضلي يعني هنا برضو قبل الانتفاخات دي عملت لها عملية من حوالي شوهر لسا مصورها قريب كانت سعيدة جداً بدي في البنية يعني بعد ما شلت لها الانتفاخات يعني سعيدة مش طايرة من الفرحة مجرد إنها بقت فشها طبيعي وإنك إنها مصورة هنا بدلي على فكر إنك بعد سبعين من العملية بتلاقي شكلها صغر يعني برضو شلت لها الانتفاخات بعد العملية بتلاقي شكلها صغر جداً جداً ويتحسنوا كتير بعدها نفسياً حتى هي تعاملها مع الناس ويقدامها كده على الحياة بيبقى أحسن وبتبقى سعيدة أكتر ومبسوطة فعلاً يعني لأن انت خبتك تلاقي بزي بتد انتباع بالإدمان آه آه ساعات جديد لها ده نيقول من قوم الصبحي وإن عناها منفخها وإزا كن صهران أو شارب أو الكلام ده أهواً لأ بعد العملية بقى شكله طبيعي يعني ساعات الناس تفتكت عنده مرض أو عنده مشكلة يعني ما يعرفش إن دي مجرد انتفاخات من العسن أو كده كونجني ده يعني هر اكتسبت إنها راجل أهو مش هدت له الانتفاخات وشكله اختلف كتير جداً بعد مش هدت له الانتفاخات فهي سواء رجالة أو ستات وعندي عدد اللي بأس بيبنى رجالة على فاكرة في الجفون الألوانية وجفون السفلية آآ لا شكلهم مختلف تماماً بعد العملية ويعني ساعات كتير جداً أعمل للناس اللي فوق ويجو لي بعد كده عشان يعملوا لتحت يمكن خمسة وعشرين في المائة تلتيف المائة المرضى البتوي من ساعدتهم بالجفون الفوائنية وفيه شواء دهن زيادة أو فيه عدم تماثل في الجفن التحتاني بيجو يعملوا عند الجفن التحتاني وبكون أنا سعيد بيوم جداً وبالنتائج اللي بنا وصلها يعني لأن فعلاً بنتبقى نقلة لقدام وبتخلي الجفن شكله جميل والنظرة أنا حتى لما بيخشي له بصله واشوف صورته قبله وبعد أنا والله بروح راجع بالكرسي الوراء كده وهو تبقى وقفة جميني وقلها يعني أنت واحدة تانية مش فعلاً وهي نفسها تقولي والله شايفة كل صاحباتي بيقولولي بس فعلاً أبارجع الوراء وبص على الصورة أنا ما بايش بسعدة إن ده اللي بصلنا له فعلاً باب أبنبهر بالصور قبله وبعد أحطيه على الكمبيوتر كده وده مثلاً بعد أسبوع أسبوعين معظمهم مثلاً بعد شهر بيختفوا ما بيشوفهمش يعني وهو خلاص صراحة نون نيوز أر جود نيوز يعني فأنا بخير البعث بعد الزوء أسبوعين والله برجع للكرسي والله إن شاء الله أنت بيتي واحدة تانية وبتاع وإحلوتي وربنا الكرامك وكده تفتعكسنا النكسور كده يعني لكن هم بطنوض إخوات أعزائي يعني والعلوية وأثر على النظر لا خالص خالص سلبياً ما فيش نزيف بس هو ما بيكون فيه جلد زيادة بقى اللي مع السن وبينزل الجفن بيبتدي المريض يبقى فيه حملة على الجفن فيضطر إن هو يرفع راسه عشان يرفع عينه عشان يشوفه دايماً لما بيشلوهم الجلد الزيادة اللي هو مع السن بقى مش اللي هو تجميل تجميل اللي هو بشيله تجميل وفي نفس الوقت ده بيستفيد إن هو شلت حملة عن الجفن الفؤاني فبيبتدي هو يحس إن رؤية عنده أحسن بس هو الحمد لله ما فيش ضرر على النظر يعني فيه ساعات كثيرة جداً يقول لي إحنا قرينا على النت لما دخلنا ندور لإن ده بيحصل نزيف ممكن يحصل مشاكل للنظر فذي يعني أعتقد حالات زمان خالص أي ما كانت الدنيا يعني حاجات المستردامة جواف قدت العاملات بقت متطورة جداً فبقى فورس يعني إن ببقى فيه حاجة خطر شوف قد إيه ده إن شنائنا المنظر اختلف خالص 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 يعني كتير ده أكتر كتير ما عنده البسيط لا الحمد لله ما فيش ضرر على النظر لكن بيبقى فيه فايدة إن المريض نفسه بيقول لي يعني بيشوف أريح ما بيعملش مجود عشان يشوف ساعتي بيحسس إن فيه تنت يعني فيه خيمة أو حاجة مضلم عليه من فوق هنا نتيجة الجلد الزيادة دي بتروح منه فدائماً فيه إيجابيات مع الجلد الزيادة لكن لو اتمنى على معظم حالات إنه ما بيبقاش فيها سن جبير وفي السن الصغير الحمد لله ما فيش ضرر على النظر لا كلهم بيبقوا بسوعدة بأمانة يعني وبيجيبوا بعض كتير جداً 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 يعني دايماً كنت أتمنى أتمنى إن الأستاذ العظيم كرم مطوع يكون في عصر الله يرحمه في جراحات الجوفهم كان فيه بس ما كانش مشهورة آه آه كانوا محتاج جداً جداً فيهم مسرين جدين جداً أشوفهم ألاقيهم بقول ليه ما عملوش العمليات يمكن ذلك المعتقد ما كانش الجراحات دي متطورة بالشكل ده ما كانش معروفة آه ما كانش معروفة يعني لا يعني كرم مطوع كان من الناس المشهورة بالأمانة التفخيات هنا آه تحتها آه كان شكل الوضع حقاً ومع ذلك كان مؤثر جداً بعينه يعني كان بيمثل بعينه كويس جداً آه آه بس أنا أعتقد لو كانش شهد التفخياتك هيمثل أحسن يعني كان طبعاً كان هتبقى أحسن يعني فيه ممثلين في العملو العمليات كتير بس ما بيقولوش لا ما معادش بيقول أصلاً اللي بيعملو بيقولوش مش ممثلين حتى الناس العاديين ما بيقولوش يعني آه 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 يقول لك أنا نمت وقمت لقيتهم خفشها آه 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 كنت صهران كويس آه بنيت رقع بني عشرين سنة صهران ونبت بنيت وقمت كويس يعني بيقولوش يعني زيكة الصحة حلو طبعاً يعني طبعاً يعني نورت يا دكتور طبعاً جراحات العيون وزمالة كلية الملكية البريطانية وجامعة كلفورنيا وجامعية الحاول الأمريكية رئيس قسم الحاول وعلاج تجميل الجفون بمستشفيات المغربي بدبي والمؤسس والمدية للمراكز الطبيبية للعيون في مصر وقت نعم نشكر جداً نورة في حضرتك دائماً كده ونسعد بوجودنا مع الدكتور دائماً أشكرك شكراً جزيلاً تسلم شكراً جزيلاً خليكم مع دكتور